ومشيوا فشي طيب نتمنى يا رب ايه رأك فكرة الاعتصامات الموجودة في مصر الوقت يا كابتن ولا متحبش تتكلم في سياسة لا ما حبش هو انا اتكلم في الالترس الاهلاوي مومك اه اتكلم يا كابتن لوم حق لوم حق دي الحاجة الوحيدة اي اعتصام انا ضده معادة ده عشان الناس عشان البيبي اللي ماد ده الولد ده هتشوف ابوه باتقطع بتقطع بكلمة جد اه ما بتشوف اتعاد الكورة ولا ولا نادي الاهلي ما لهمش زنب برضو لو هنحسب الحزبة المزبوطة ما لهمش زنب خالص هي دي انا مش عارف انا لغاية دلوقتي اخسملك بالله عارفتها فينا كابتن كنت فين ساعتها عارفت الموضوع الوفاة ونت بتفرج على الماتش كنت بتفرج على الماتش اه واتصدمت اتصدمت اه اتصدمت اه على على فيه يعني ايه اللي تضرب واحد هسته ايه اللي اضرب واحد عنده سبع تمان سنين اللي حلت ابوه ده اللي راح الشجع ولا تسع سنين ولا مش كده فيه ناس وحد سوار مات ده زنب ايه يعني اضرب واحد زي الفح لكده وخلاص لكن المهم الشيء اللي اتعامل ده لا يليه بمصر كلها وان شاء الله هم هشوفوا مين المظلوم ومين الظالم وهي وصلوا ابتدوا وصلوا لاخر الخيط يعني اه كابتن في نهاية بواحد بعيتلك بيقولك هترشح مين لرياسة ارشح مين لرياسة اه والله انا شايف كلهم واحد بيطلع مش عارف لسه اه مش عارف انا مدام هم قالوا لي ارشح نفسي اروح ارشح نفسي ارشح نفسك لرياسة ما انت قولت عباوز الدنيا لا لا عباوز الخالص لا لا مش عارف والله لسه مش عارف اه ارشح نفسي